يا حوض حبيب يا كريم صواحي الفول صواحي الفول يوقع اتنم مني لا يا رس انا صاحب عاك أخبرك طيب الزمالك الزمالك الكريم عنده مشكلة كبيرة وهي دايما بعد المباراة اللي بيخسر فيها البطولة وزي مباراة السوبر بيحصل شوية دربكة كده زي ما اتكلمنا وقلنا وعارفيني مشاكل بتاعة إمام عشور وإصابة دونجا نص الملعب فيه أزمة في نادي الزمالك في العيب رقم 8 فالنهاردة فريرة لعب بالطريقة المعتادة بتاعته وهي طريقة 3-4-3 اللي كان فيها مشكلة كبيرة جدا لما غيرت طريقة الفترة الفاتلة بتلاتة 5-2 لأنه كان المشكلة أنه هو عندي أحمد ساد زيزو وجزيري أحمد ساد زيزو دايما عشان كان بينزل يستلم الكرة كان بيبقى فيه صحرة يعني مساحات واسعة كبيرة جدا فيه نقص عدد رهيب لنادي الزمالك تلعب على عدلتك وتلعب الطبيعي بتاعك تلعب 3-4-3 والطريقة اللي معروف بها نادي الزمالك تلعب زيزو على المين وتلعب مصطفى شالبي أو أي وينجليفت على الشمال هيبقى فيه إنتاج وده اللي شفنا لما فريرة عمل كده في الشوت التاني في مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك شفنا مصطفى شالبي عمل واحدة لزيزو ولكن طبعا التغيير كان الغريب اللي خلال الجمال لسه برضو بيتكلم عليه وهو فرود بعدما أنا ما عنديش فرود أسيبي الفرود زي ما هو لأن مهما كان أنا نزلت يوسف أوباما كفرود ولكن هو مؤدي كدور الفرود إنما هو مش فرود خالص المشكلة النهاردة كانت بتاعة نادي الزمالك أنا بقولش نادي الزمالك لعب مباراة وإحشان نادي الزمالك لعب مباراة كويسة ولكن الدوافع عند لعيبة نادي الزمالك كان مفروض تبقى أكبر من كده لسه غسرهم بطولة مفروض أن أنت يبقى عندك البشن وعندك الشغف بشكل كبير أن أنت تعود كلام ده كله بطولة الدورة لسه بيبتديها مباراة إنبي آه مباراة صعبة ولكن نادي الزمالك كان مطالب أنه هو يغير اللي حصل في المباراة النادي الآلي نادي الزمالك ما كانش كويس عاوز أتكلمك كريم على البورد أشرح لك نادي الزمالك النهاردة كان بيلعب إزاي سريعا وهدخلش عاليك على طول حالة نادي الزمالك يا كريم دايما نحنا عارفين أنه هو بيلعب بس أنا أفضل أفكركم حالنا كريم حاضر نادي الزمالك النهاردة لعب تلاتة أربعة تلاتة مصطفى شلبي كان موجود على اليمين واحمد سيد زيزو اللي ما كانش ملزم فقط بالدور ده ولكن دايما كان بيقطم لجوة ويرفع نادي الزمالك كان بيعمل إيه لما بيجي يطلع بالكرة نادي الزمالك كان قدام محلم الحلين حمزة المسلوسي وهو دور مهم جدا جدا مع فريرة وده اللي شاهدنا من السنة اللي فاتت تتطور حمزة المسلوسي وزيزو اللي يخش جوا وبيبقى عندي الحتتين دول ما بين الدوبل باص اللي دايما بتعمل والأوفرلاب اللي بتعمل دايما بين حمزة المسلوسي ما بتبقاش موجودة دايما ولكن بتحصل لما بيبقى فيه كومباتك شكل كبير النادي الزمالك برضو كان بيعمل إيه كريم كان مسبت على طول أشرف روقة ومسبت عمر السيسي اللي اتنين مع بعض في وسط الملعب ما بيزيدوش ولا بيعملوا أي حاجة غير أنهم موقفين سكرينينج للمنطقة دي كلها علشان خاطر لو حمزة المسلوسي سات أو لو حصل زيادة هجومية من نادي امبي ولكن عاوز أتكلم على حاجة طريقة 3-4-3 أو طريقة 3-5-2 أي طريقة فيها 3 بيلعبه وراء أهم دوره عندي في الملعب كله دور الاتنين باكات الاتنين باكات ما بيقوموش بس باتنين فول باكس العاديين اللي هم مسكين الخط الراحي جاي لأ الباكات دي لازم يبدأ تدار تخش الجوه وتدار تعمل لبرا اللي كان بيحصل ما بين أحمد السيد زيزو نحمد سيد زيزو كان دايما بياخد الرابل دي يسحب معاه ويطلع على طول لبرا الباكرة والتعنادي الزمالك ونفس الكلام الناحة التانية ولو أن عمر جابر طبعا نهاردة عمل مباراة كويسة ولكن بعيب على عمر جابر شوية حتة أنه هو ما بيدخلش زي السيد نمار كدريبلر يخش جوه الملعب والتلك ده دور المهم جدا بتاع اللعيب الباكات في طريقة تلاتة أربعة تلاتة حاجة تانية كان أحمد سيد زيزو على طول النهاردة بيعملها وكنت كلمت معاك قبل كده عند مصطفى الشلبي ودور مصطفى الشلبي أنه هو واحد من الأجنحة اللي بتعرف تلعب بدماغها كويس جدا هو كان خير تعويض طبعا مع الفارق بيأشف بنشرق أنه هو بيلعب بدماغه وكنا بنشوفها على طول الجابهة دي اللي موجودة عند نادي الزمالك على طول كنا بنشوف سيد نمار بيحاول يطلع لبرا ويعمل الدبل باص مع أحمد سيد زيزو وأحمد سيد زيزو بيقطهم لجوة وبيعمل المصطفى الشلبي وشوفنا واحدة جات جنب العرضة في الشوت الأولاني فريرة عنيد بشكل كبير باللعب يا كريم سأفضل ستين ديئة نادي الزمالك النهاردة لعبها هي أول ستين ديئة لغاية خروج مصطفى الشلبي وخروج سفل الجزير هنصرح بالحالات بسرعة يا كريم عاوز أتكلم الأول على مصطفى الشلبي ودور مصطفى الشلبي إن هو وينج ليفت ممكن يفيد نادي الزمالك بشكل كبير نشوف الحالات مع بعض هنا يا كريم بص شوف مصطفى الشلبي ودور اللي بيقدر يعمله اللي ما كانش موجود بص الراجل بيقدر يستلم الكرة وهيطلع على طول عمر جابر بص يا كريم الباص راجل مفتاح لعب بشكل كبير جدا نادي الزمالك وده أنا بقولك علي أن الراجل الوينج دايما بينزل يسحب معه الباك ويطلع الباك العكس زي ما انت شفت سحب وفتح المساحة لعمر جابر عشان يقدر يروح ويعمل الزيادة مصطفى الشلبي لعب مباراة كويسة جدا 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 برضو دي كرة تانية مصطفى الشلبي على طول بيزيد دي الميزة اللي بقولك عليها كريم لازم ألعب 4-3-3 ما ينفعش ألعب مكسور الجناحين ألعب 3-5-2 هيبع عندي مشكلة كبيرة جدا في النقص العددي عوز أوريك برضو كرة تانية بص برضو مصطفى الشلبي بيقدر ياخد الكرة وبرضو بيسحب معه الراجل والباك بيطلع عمر جابر ويقدر يعمل الزيادة معه دي الزيادة كان بلعب على كرة دي طول المباراة من بين ناحي المين وناحي الشمال دايما الجناح بينزل يسحب دي كرة اللي بقولك عليها بتاعة مصطفى الشلبي هنا بص نفس الكلام برضو ده ضربة الجزاء قلتلك يا كريم لما كنت معاك بحل مصطفى الشلبي لما قلتلك النادي الزيادة عمر منتادة في الصفقات قلتلك مصطفى الشلبي الميزة بتاعته انه هو من اللعيبة القليلة اللي في مصر اللي تقدر تعدي من ثباته كرة تحت رجلها الراجل بمنتهى المهارة بيقدر انه هو ياخد ضربة الجزاء واخد ده لك يا كريم احنا كنا نعملون لمصطفى الشلبي بيلعب وينج ليفت منما هو دلوقتي هنا في الوينج رايت في الديئة 35 بالزبط شفنا السويتش اللي حصل ما بين أحمد السايد زيزو وما بين مصطفى الشلبي واللي قاتب اسمرها ضربة الجزاء لنادي الزمالك نادي الزمالك كان كويس بشكل كبير جدا النهاردة ولكن أضعه فرص كتير واللعيب على فريرة انه هو في آخر تلت ساعة كشب شكل كبير جدا ورجع كل لعيبة الزمالك لورا فحصل ضغط بشكل كبير من نادي امبي نقطة تانية مهمة جدا نادي الزمالك النهاردة جاله تسع ضربات ركنية نادي امبي جاله تلتة رقلات ركنية واحدة الشوت الاولاني واتنين يا كريم الشوت الثاني دي اللي أنا بقول لك عليها على طول بيحصل أشوف حمزة المسلوسي هو للعب الأوفر هنا دي أنا بقول لك عليها كريم حمزة المسلوسي دايما بيزيد معهم عشان يحاول يعمل فرق واحمد ساد زيزو هو لجوه منطقة الجزاء عشان يعمل الرقلات ركنية يا كريم تسع رقلات ركنية جات لنادي الزمالك ما عملتش منهم ولا حاجة تلت رقلات ركنية فقط لإمبي جاب منهم أحرز منهم الهدف برغم أن نادي الزمالك كان النادي الأفضل في تنفيذ ضربات الجزاء الدوري السنة اللي فاتت ولكن لغاية دلوقتي ما شفناش أي تغيير في طريقة وديناميكية طريقة لعب ضربات ركنية لنادي الزمالك على عكس النادي الآهلي نهاردة لنسيت أقول لك حاجة نادي الآهلي في أول المباراة لعبة مع التحاد المستيري كان دائما بيلعب على الكرة القريبة المعروفة لمحمود محمد عبد المنعم بعد كده غير طريقة الكورنيرات بتاعته أنه هو كان بيلعب على طول يا كريم لبرة منطقة الجزاء والكرة الثالثة النهاردة عملها أنه هو بيحصل لدول باس وتشوفنا الكريم فؤاد ويحصل ما بين الخطوط هنا عاوز أقول لك برضو نفس الطريقة اللوينج ده ما بينزل يسحب وياخد معاه الباك شايفين هنا عمر جابر على طول يا كريم يا دي الطريقة اللي كان بينفس بها وإحمد السيد زيزو هو اللي جوه منطقة الجزاء يضم لجوه الملعب نادي الزمالك عمل مباراك وايسا ولكن نحن نقول الكلام ده يا كريم في أفريقيا المباراة الأفريقية أنت ممكن يجيلك دربة روكنية واحدة بس لازم تخلصها مفعش يجيلي تسع دربات جزاء وما استفدش منهم دربات روكنية تسع دربات روكنية تعال مبدأ كالعادة الحبيب يا كريم بجد والله